اشتركوا في القناة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن فإن مشاكل الدنيا والآخرة كلها ممكن تتحل بكسرة الاستغفار ندخل في موضوع حلقة النهاردة إيه هي؟ الحالة الوحيدة اللي لو بطن الحامل ما كبرتش فيها يبقى الموضوع فيه حاجة غلط ولازم تخدي بالك من هذه الحالة عشان أولا ما تحصلك إيش وسانيا لو حسيت أن أنت بيحصلك كده يبقى لازم تجري على الدكتور ده ربما بإذنك رب تعرفت الحقيق الموضوع طيب هو موضوع بطن الحامل لو ما كبرش هل هو موضوع مؤلئ في المجمل؟ لا بطن الحامل ما بتظهرش إلا في الشهر الخامس ولكن بعض السيدات ولما بنتكلم عن بعض السيدات خاصة الحوامل لأول مرة في حياتهم ممكن يكون عندهم عضلات البطن القوية بطبيعة الحال لأنها لسه بخيرها ما حصل لهاش يعني تمدد نتيجة المرات السابقة من الحامل فبالتالي عضلات البطن دي بتمنع ظهور البطن بتاعت الحامل ممكن لفترة متأخرة كمان لنهايات الحامل فبالتالي ده مش موضوع مؤلئ أبداً هنتكلم بس عن الحالة المؤلئة النهاردة وكمان بعض السيدات الحوامل ممكن في منهم يمكن حكوا في حكايات نادرة كده إن هما ممكن خاصة السيدات اللي عندهم مشكلة في الدورة الشهرية اللي هي ممكن تتأخر عليها بالكم شهر فممكن ما تندبهش فتيجي تقولك أنا اكتشفت إن أنا حامل وأنا في السادس وأنا في السابع ومش ظاهر عليها أي حاجة خالص وما فيش أي مشكلة طيب إمتى بقى نقول إن بطن الحامل لو ما كبرتش يبقى الموضوع مؤلئ في حالة من الحالات عندي ليها كذا سبب لو بطن الحامل جات كبرت ركزي بقى في الحتة دي لو بطن الحامل كبرت بدأت تكبر في الشهر الخامس والسادس وبعد كده فضلت في مقاس محدد ما بتزيتش طيب يفترض نعمل إيه عشان نتطمن؟ نروح نعمل زيارة دورية عند طبيب النساء والتوليد أو طبيب النساء والتوليد للتأكد مننا الجنين كويس ومن المياه اللي حواليه كويس ولكن في بعض الحالات بطن الحامل بعد ما بتكبر بيقف هذا الكبر وما بتزيتش وممكن ما تاخديش بالك وبيبقى المشكلة في إن السائل اللي حواليه الجنين اللي هو السائل الأمنيوسي موية الجنين بدأت تتسرب الله وإنت ممكن تكوني مشوخدة بالك دي الحالة الأولى الحالة الثانية وهي نفسها أو يعني ليها علاقة بها هو إن الجنين نفسه توقف نموه أو في مشكلة فيه نموه فبالتالي مية الجنين مش بتزيد هو نفسه مش بيزيد فبالتالي بطن الحامل بتفضل زي ما هي طيب إزاي ما وصلش للحتة دي موضوع السائل الأمنيوسي ما يتسربش لأن على فكرة في بعض وفي كثير كمان في كثير من الحالات مش بالضرورة إن تسرب مية الجنين إن انت تلاحظ إن فيه مية بتنزل عليك لا فيه حالات كثيرة جدا بيحصلها تسرب رسائل الأمنيوسي أو قلة ماء الجنين وهي ما فيش أي أعراض ما فيش أي إفرازات من تحت أو هي مش واخدة بالها فبالتالي الحل إيه الحل دايما في الكشف الدوري اللي يطمنك لذلك إحنا قلنا في حلقة عملناها اللي هو كم مرة يفترض نزور الطبيب في فترة الحامل وتكلمنا بالتفصيل الممل كم مرة وليه بنروح المرات دي فهتكلمنا عن نقطة مهمة جدا ألا وهي الكشف عن ماء الجنين بشكل دوري للتأكد من إن كميته مناسبة لو لقينا لاحظنا إن الكمية قلت أو قليلة في الحالة دي لازم يتعرف السبب وفي الحالة دي برضو بتتلاحق ساعات الطبيب ممكن يصف بعض المضادات الحيوية لو لاحظ إن فيه مثلا ميكروب معين هو اللي تسبب في هذا الأمر فبيصف بعض المضادات الحيوية ممكن تدخل المستشفى يتعلق لها محليل وبتزيد ماء الجنين تاني وبتكمل الحمل والطفل بيتولد على خير ومفيش أي مشكلة الحالة بتاعة نقص مية الجنين دي حاجة بتزودها وإنتو كلكم أو أغلبكم بتحصل لكم في بينكم بقى اللي بيقدر يستوعب إن ده لازم له علاج فبتتعالج وبتمنع نفسها من حاجة زي كده ألا وهي الالتهابات المهبلية دي رقم واحد رقم اتنين التهابات المسالك البولية الاتنين دول التهابات المهبلية أو التهابات المسالك البولية الاتنين دول ممكن ييجي منهم ميكروب يوصل لكيس الحمل ويحدث ثقب فيه ويحدث تصرب للسائل مية تنقص الجنين مش قادر يامه بشكل يعني جيد في مشكلة فيه المية بدأت تقل فهنا مشكلة كمان هتحصل له فبيبدو إن كيس الحمل بدأ يبقى صغير كمان إن البطني مش بس كمان بتكبر لا تقولك إن بطني مرة واحدة حسيت إنها بتصغر طيب أنا عندي حالة واحدة بس اللي لو قالت إن بطني بتصغر لها تفسير إيجابي إن هو مش حاجة وحشة لو حسيت إن البطنة بتصغر فيه حالات ودي كمان هنا بنقولها فيه لمبة حمراء خد يبالك انت كمان بس هي مش حاجة مقلقة قوي إنها هي نفسها اللي بتخس يعني بعندها هي دهون على البطن ويدهون في ظهرها وبالتالي مش بتاكل كويس الجنين بيكبر ويكس الحمل مفوش حاجة المية موجودة كويس ولكن هي اللي بتخس فبالتالي ممكن تلاحظ إن وزنها على الميزان ما بيزيتش وممكن كمان تلاحظ إن وزنها بينقص بس الجنين بيتطور بس نقول لها خدي بالك لازم تكل كويس لإن سوء التغذية يؤدي في بعض الحالات إلى توقف نبض الجنين وتوقف نمو الجنين لانخفاض نسبة السكر اللي وصله للنخفاض الطاقة اللي وصله للبيبي فبالتالي ممكن يحدث مرة واحدة لقدر الله توقف في النبض وده اللي ممكن يحدث أحيانا لما تصر بعض الحوامل على الصيام في شهر رمضان والدكتور يقول لها ما تصوميش هي مش عافية ولكن ربنا سبحانه وتعالى أجاز لحضرتك إن انت تفطيري في بعض الحالات إن بيحصل بنسبة 2% من الحوامل اللي بيعرضوا نفسهم للجوع وللصيام انخفاض في السكر وبالتالي يحدث توقف للنبض عند 2% من اللي بيحاولوا كده يعني لو ميت واحدة جواعت نفسها ممكن 2% دول يحدث لهم توقف لنبض الجنين بعد الشهر طبعا فبنذكر في إن فترة الحاملة مفيش ريجيم خالص وتهتم بالتغذية طيب في حالة تانية برضو بيحصل إن بطن الحامل بتصغر بس مش مقلقة للدرجة اللي هي حاكينا عنها إن الماية قلت أو النمو بتاع الجنين هو اللي قال قال وهي إن الجنين نزل في منطقة الحوض فبالتالي البطن بتاعت الحامل بدأت إنها تبقى مهوية بقى شوية لإنه وقع تحت كده دي نقول لها كم نصيحة رقم واحد لازم ما تعمليش مجهود كتير جدا لازم تستشيري الطبيب في موضوع ربط عنق الرحم أو يعني على الأقل الكشف على عنق الرحم ما حصلوش اتساع والبيب بتاعها نازل في الحوض ما تقفش فترة طويلة ما تعدش فترة طويلة لإن الوقوف لفترة طويلة أو الأعاد الجلوس كمان لفترة طويلة ممكن يحدث توسع في عنق الرحم فالبيب بتاعها نازل ما تتخضش ممكن تكون فيه احتياج لجرعات عالية من هرمون البروجسترون أو المسبتات بتاعت الحامل ومهدئات للرحم الأطباء طبعا هم اللي يصفوا لحضراتكم مهدئات الرحم عشان ما يحصلش تقلصات كتيرة ممكن تؤدي لولادة مبكرة ولا حاجة بس مش حاجة مقلقة كتير جدا بيبقى البيب ينازل في الحوض وما فيش أي مشكلة يبقى احنا هنا اختصرنا المشكلة في حاجتين إن مية الجنين تقل ودي بتبقى عائدة إلى عدد من الأسباب أهمها إن يحدث التهابات مهبلية ودي علامتها إن حضرتك يكون عندك إفرازات لونها خضرة بالأخص دي أكتر حاجة أو صفرة أو بيضة مجبنة راحتها وحشة الحاجات دي وانت أهملت في علاجها ممكن يوصل المكروب لكيس الحمل ممكن يحدث ثقب وممكن يحدث بعد الشر تصرب السائل وانت بتختيش في بالك أو إن عندك سوق تغذية عندك أنيميا أو بتمارس حمية غذائية ريجيم فيحدث نقص للطاقة الوصلة للبيبي فيحدث لو توقف فيه نمو فبالتالي الطفل ما بيموش فبالتالي بعد ما بتبقى كبرت شوية بتبطل تكبر ففي الحالات دي لأ في حاجة كده غلط ولازم فورا تستشيري طبيبك الخاصة غير كده في المجمل بطن الحامل لما تبقى صغيرة لحد نهاية الحامل وانت بتعمليه في فحصاتك مش مؤلقة أبدا 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 إلا في الحالات اللي احنا قلناه بل بالعكس بطن الحامل لو كبيرة قوي لازم تروح تعمل فحص السكر لأن ممكن يكون الكبر بتاع الحجم ده مش البيبي لا ممكن يكون زيادة في الدهون زيادة في الحجم بتاعك نتيجة إصابتك بسكر الحامل فلا الكبيرة أو ممكن يكون زيادة في مية الجنين بشكل مبالغ فيه ففي الحالات كلها الخلاصة يا جماعة إن احنا لازم نعمل فحص دوري عند الطبيب أو الطبيبة الخاصة بحضراتكم للإطمئنان من حين للتاني مهمتنا في قناة الرشدة هي توعياتكم ومش مهمتنا إن احنا نعطي علاج لأي حد فقط بنقول الصح فين والغلط فين وانتم عليكم الاختيار بشكركم شكرا جزيلا سلام عليكم